عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بنتائج زيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الخميس الماضي ولقائه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والذي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية التاريخية المتجدرة والروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين وبحث سبول تعزيز التنسيق التنائي المستمر بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين من جهة أخرى استنكر مجلس الوزراء ما أثير مؤخرا من مساس للوحدة الوطنية من خلال عبارات تسيء لفئات أو لمكونات المجتمع الكويتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها مؤكدا أنه لن يقبل الإساءة بالقول أو الفعل وبإثارة الفتن بهذا الشأن مشددا على ضرورة التعامل بحزم مع كل من تسوي له نفسه الإساءة والمساس بالوحدة الوطنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها وذلك تطبيقا للقانون واستنادا إلى مبدأ أنه لا أحد فوق القانون وبهذا الصدد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مجلس الوزراء علما باتخاذ وزارة الداخلية كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تعرض بالمساس للوحدة الوطنية وأشد مجلس الوزراء بالدور الذي تطلع به وزارة الداخلية للتصدي لأي مساس بالوحدة الوطنية وذلك عبر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن من جهة أخرى أحاط وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح مجلس الوزراء علما بانطلاق الحملة الوطنية فزعتكم فرحة لهم لسداد ديون الغارمين والتي ستبدأ مساء اليوم الاثنين بالتعاون مع وزارة الإعلام وزارة العدل وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية وتأتي هذه الحملة تماشيا مع الدور الإنساني لدورة الكويت وتوجيهات القيادة السياسية لتقدم صورة مشرفة للعمل الخيري داخل البلاد وما جبل عليه الشعب الكويتي من حب عمل الخير وتقديم المساعدة للمحتاجين وتخفيف همومهم ثم اطلع مجلس الوزراء إلى العرض المرئي المقدم من اللجنة الوطنية لمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن الإجراءات المصابهة المقدمة من مقيمي مجموعة العمل المالي للتقييم المتبادل لدولة الكويت FATF وقد أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجنة الوطنية لمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الجهود الممثولة مؤكدا دعمه الكامل لأعمال اللجنة ومن جانب آخر قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزراء والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق التاسع من إبريل 2024 وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق الرابع عشر من إبريل 2024 على أن تكون أيام أول وثاني وثالث أيام عيد الفطر السعيد عطلة رسمية وما سوى ذلك فهي أيام راحة أما الأجهزة ذات الطبيعة الخاصة فستحدد عطلتها بمعرفة الجهة المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وأعرب مجلس الوزراء عن إداناته وستنكاري الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المجمعات التجارية في العاصمة الروسية موسكو يوم الجمعة الماضي والذي راح ضحيات العشرات من القتل والمصابين مؤكدا شجب دولة الكويت لهذا العمل الإرهابي ورفضها للعنف بكافة أشكاله داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين ترجمة نانسي قنقر